اللي هي الامكانيات البسيطة السهلة بطريقة مبسطة معانا كيلو من الدقيق معلقة من الخميرة ربع معلقة من البيكن بودر ومعانا السمسم ومعانا الحليب الدافي ونصف كيلو من السمن السايح زي ما انت شايفين قدام حضراتكم بطريقة سهلة هنعملها لكم اول حاجة ننزل بالسمسم شوية صغيرين بعد كده انزل بالمحلب او ريحة الكحك زي ما بقولوا بتبقى عند العطار بعد كده انزل بالخميرة مواد الجفة كلها مع بعضها ايه بعد كده انزل بروبع معلقة من البيكن بودر وعشان نديله التريكة البسيطة او الحلوة اللي يكون مقرمشة كده طعمها دايبة ونعمة لكن فيها قرمشة جميلة هنديله حوالي معلقتين من الصميت معلقتين من الصميت المتوسط مش الخشن جامد واقلب كله مع بعضه هنقلب السمسم مع ريحة الكحك مع البيكن بودر مع الخميرة كله مع بعض او بعد كده ابدأ انزل بنص كيلو من السمن الساخن السايح مش كون ساخن ما يكونش سخ بسم الله نص كيلو عالكيلو واقلب بعد كده بياخد حوالي كوباية 125 جرام او كوباية وربع من كوباية وربع من من الحليب من الحليب ممكن نحط مية ماشي حاجة تطلع دايبة وجميلة والطعم بتاع ان شاء الله هنعملها بالملبن بالقرفة والجنزبيل ونعملها بالعجوة بالبلح قدام حضراتكم خطوة خطوة حطينا الصميت حطينا السمسم حطينا الخميرة حطينا البيكن بودر ضيفنا السمنة السايحة بعد كده هضيف الحليب بتاعها حوالي كوباية وربع او كوباية من الموج على حسب العجينة بتاعتي ما تاخد هقلف فيها معلقتين من السكر بسم الله هنزل بيها بالسكر واقلب كويس وانزل على العجين تدريجيا واحدة واحدة خالص على حسب الدقيق ما يحتاج مني الدقيق يكون متعدد لاستخدام او دقيق مكتوب عليه الكحك وبسكوت هنبدأ نعجن ما حطش الحليب بتاعي مرة واحدة لازم احط تدريجيا على حسب العجينة ما تاخد او على حسب الدقيقة ما يكونش دقيق يكون في عرق جديد او اللي هي تقبل حاجة يكون جامدة زي ما احنا شايفين او خالي تعتبر ربعة او نصها هادي العجينة بتاعتي العجينة متماسكة او ما بتلزقش مني ويكون سهلة لينة هسيبها حوالي خمس دقايق بالضبط الخميرة بتاعتي خميرة فورية هسيبها شوية خمس دقايق وقبال معمل الملبن والبلح قدام حضراتكم على طول نجيب البلح حطينا عليه معلقة من القرفة ننزل بشوية من السمسم وننزل بمعلقة من الزبدة بسم الله البلح لسه دوب جايبينه طازة او فرش حاجة ما عملناش فيه اي حاجة خالص بعد كده اجيبه فبولة كبيرة وابدأ نسي كيف هو زي اخدمه مع بعضيه الزبدة مع السمسم مع القرفة والجنزبيل الطعم والتركة الحلوة جدا اخدمه كله مع بعضيه او بنفس التكرار ضفنا السمسم ضفنا ربع معلقة من الجنزبيل ربع معلقة من القرفة ومعلقة من الزبدة على البلح بيدي طعم حلو جدا جدا مشهورة بيه محلات كتير بنجيبلكم اسرار محلات نكور يا فوزي بعد كده بنبدأ ناخد قطع عالة حسب الحجم اللي احنا محتاجينه الحاجة المحتاجينها وابدأ هعملها كوائرات صغيرة سيوم ما هتصر كوائرات صغيرة على طول زي ما احنا شايفين هو نفس طريقة الملبن نجيب الملبن التاني نفس النظام ما اضاف عليه القرفة والجنزبيل او الحلقوم زي ما بقولوا عليه واضيف عليه معلقة من الزبدة واضيف عليه شوية من السمسم السمسم يكون محمص وابدأ اخدمه معاها برضو مع الجنزبيل والقرفة والزبدة بسم الله طري ايه الكلابز سامحوني بقى نبدأ نعمل كوائرات صنافس الطريقة ونفس التكرار عشان نعمل احلى كحك دايب ويكون حاجة ما تلزقش مننا او ما تعملش يكون ما ارمش حاجة بسيطة خالص هبدأ انزل واعمل كوائرات صغيرة بنفس الطريقة بنفس الحجم بعد كده على حسب الكمية اللي انا محتاجة لو حبيته على حسب عدد افراد اسرة حراراكم الكيلو مع كيلو المنين مع كيلو الغريبة مع كيلو البسكوت مع كل الحيات دي تشكيلات جميلة قوي ما نقطرش عشان الجو طبعا حر جامد اللي من دول او لازم نشيله في حتة او في مكان يكون مكان رطب رطب ما يكونش فيه درجة حرارة عالية عشان كده الافضل ان احنا نعمل حاجتنا بيكون حاجة بسيطة او حاجة بيكون على قدنا بالزبط نشكل كل التشكيلات هنشكلها مع حضراتكم ان شاء الله كل حاجة نكمل العجينة بعد كده اجيب الكحك بتاعي على حسب الاشكال بقى اللي احنا عايزينا تشكيلات المعتادة اللي هي من زمان موجودة الفورن بتاعتنا ماشي او البصمات اللي هي موجودة برضو نفسه تكراها هنعملها واحدة واحدة ما قدام حضراتكم من النقشة والحاجات الجميلة اول حاجة هاخد قطعة من العجين واخلي العجين بتاعي لازم يكون متغط بنفس الطريقة ااخد قطعة واخد مثلا بلح واعملها كور صغيرة بسم الله العجينة بتاعتي ما بتشققش لازم يكون مخدومة كويس بعد كده اجيب البصامة او شكل الكحك بالزاب تشكيلة وفي صاجة بيكون مدهون زيت وبنعمل نفس الشكل كده بنفس الطريقة واحدة واحدة قدام حضراتكم واحدة قطعة صغيرة مش عاملين اي حاجة او تشكيلة كاملة معاكم او والبلح واقفل على البلح مخالص قفلة كاملة او بالعجينة ريحة الكحكة ريحة جميلة جدا جدا والعجينة بتاعتها عجينة سلسة ومزبوطة 100% على كل كيلو بياخد نصف كيلو من السمنة وابدأ اعمل التشكيل بتاعي بنفس الطريق او بنفس الشكل ما بيحتاجش كتير في امكانياته امكانيات بسيطة وسهلة وعلى قديكم بتقدروا تعملوه وتشكلوه بالملبن بالبلح بالعجمية بالمكسرات على حسب ما تحبوها على حسب الرغبة اللي انتوا عايزينها نعملها بالمكسرات اللوز والزبيب وعيد الجمل برضو عندنا كتير في رمضان بيبقى موجودة المكسرات كتيرة هاي مكسرات تحبوها برضو طوفيها عليها تفرح اولادكم بيها بشكل حلو جدا وجميل اشكل بسم الله سهلة وبسيطة ومش تاخد مع حضراتكم وقت كتير العجينة هترتاحها ولي دي بيتين بالزبط مش كتير لان الخميرة بتاعت خميرة فورية مش خميرة اللي هي الطبيعي شكل تاني عملنا الشكل بالبصمة العادية التقلودية بعد كده نعمل بالشكل التاني او بالحاجة التانية اه قادل بصمة الشكل التاني اه الصوت واطي اتفضلي باشا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازاي كفيف استاذ عزة مرحب بيك يا ستكل اتفضلي اتفضلي اموري اه حضرتك كنت بس قال اه بس كنت اللي شادر او انا ممكن احط سامنة بادر الزبدة لا هي الزبدة افضل السامنة لو احنا مش هن لو مش ساخدناش خالص لازم يكون السامنة سامنة عادية خالص يعني بس هو الاضمن والاحسن هو الزبدة الافضل والاضمن يعني النتيجة النتيجة لو انا اول مرة هنهعمل البسكوت لازم زبدة هي هي بنفس تمن السامنة السيحة السامنة ماشي في زبدة موجودة بنفس تمن بالزبط السامنة بس بيبقى افضل للبسكوت هنعمله ان شاء الله الحلقة الجاي بسكوتود شكرا لاتصالك يا سيد عز شكرا لك هادي الشكل التاني بس يا فوزي عمل بقى كحكة يا فوزي عمل كحكة وهادي الشكل التاني كده عملناه شكل التاني قدام حضراتكم ضفنا على كيلو الدقيق نص كيلو من السمنة معلقة من معلقتين من السكر خد ربع كباية من الحليب الشكل التالت اهو هنشكل اشكال كتيرة وهنحط في الفرن قدام حضراتكم الشكل التالت ده انا اقول ما عندنا ناش فرم نفس الشكل ونفس الطريقة كحك كيلو عيد عايزين نعمله سادة ممكن نعمله سادة بالسكر مفيش مشاكل نضيف عليه السكر في الآخر على حسب ما تحبها على حسب الرغبة اللي تحبوها ونقول ما ادري الكحكة تاني كيلو من الدقيق ما اضاف عليه 500 جرام من السمنة معلقتين من السكر معلقة من السمسم ربع معلقة من البيكن بودر معلقة من الخميرة ربع معلقة من ريحة الكحكة او المحلب عايزين تضيفوا عليه عايزين تضيفوا عليه لابن بودرة مفيش مشاكل طعم على قد ما تقدروا بالشكل الحلو الجميل نعمل شوية سادة وادل كل التشكيلات بسيطة وسهلة هنعمل مع حضراتكم بعدها الغريبة على طول ان شاء الله والبسكوتات والمعمول والمنين والقرص الفلاحي كل التشكيلات يكون معاكم على مطبخ في مطبخ الصحة والجمال ادوات الكحكة موجودة عن دخامات الحلوانة او مستلزمات مستلزمات الحلوانة موجودة كتير جدا جدا في الاسواق وموجودة بتم الصوت الصوت واطي خالص انت عارف انت الصوت واطي الصوت لا مش مش اوي لا يعني مش اخر ايوة كده باش ايوة كده عالي الصوتك كده وسمعنا ستار ميك شكلنا بيعوز اللمة الحلوة الفورن لو ما عندناش الطايمر لو ما عندناش طايمر ليه الفورن حوالي هي تل المفروض 180 درجة على تلت ساعة بالزبط لو ما عندش انا الطايمر او الفورن العادي وعايز اعمل كحك احلى كحك هنيتامل برضو ان شاء الله هنولع الفورن قبلها بعشر دقايق بعد كده نهد الفورن ونبدأ ينزي يخش الكحك عادي لحد ما اللون بتاعه ياخد اللون الدهب الجميل هنشوف قدام حضراتكم بالفورن بتاعنا الحلم يعمل بقى السجد تاني امام اونشان